هجمات وقصف صاروخي هكذا تجري الأمور ضمن صراع النفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في العراق الجديد قواعد عسكرية أمريكية منتشرة في العراق ليست بأقل عدد من معسكرات إيران في العراق حيث يتباذل الطرفان الأمريكي والإيراني عمليات الإغارة على مصالح أحدهم الآخر ضمن سياسة لي الأذر وكان آخر هذه الهجمات قصف معسكر كيوان في مدينة كاركوك بمحافظة التأمين الذي يضم قواعد عسكرية أمريكية حكومة بغداد حاولت الظهور بمظهر الرافض للتصعيد والماسك بالعصى من الوسط حيث سارعت كعادتها لاتهام تنظيم الدولة بالمسؤولية عن تلك الهجمات نافية مسؤولية الميليشيات المرتبطة بإيران عن تلك الهجمات والتي اتهمها المستشار الأمريكي وكبير الباحثين في معهد هدسون للدراسات مايكل بريجلت صحيفة ميليتير تايمز الأمريكية ونقلا عن مصدر مسؤول في قاعدة كيوان في مدينة كاركوك رجح أن تكون الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران هي المسؤولة عن هذا الهجوم الذي أسفر عن إصابة عدة جنود أمريكيين وقتل متعاقد مدنيين أمريكي وبالتزام مع نشر صور الصواريخ التي استهدفت القاعدة الأمريكية في كاركوك ولمنصة الإطلاق فقد نشرت وسائل إعلام دولية صورة شحنة صواريخ إيرانية كانت مخبأة في حاويات ومتوجهة إلى ميليشيا حزب الله اللبناني عبر سفينة الشحن أم في فرانكوب عام 2009 والصواريخ مماثلة تماما للصواريخ التي عثر عليها قرب قاعدة كيوان العسكرية في مدينة كاركوك وسائل إعلام نفسها أكلت أن أحدث أنواع هذه الصواريخ ظهرت في منطقة الغوط الشرقية في دمشق عام 2017 عندما استخدمها نظام الأسد ضد المدنيين ما يعني أن هذه الأنواع من الصواريخ أرسلت بشكل متكرر إلى سوريا ومن سوريا تم توزيعها على الميليشيات الإيرانية في العراق ولبنان وضمن مسلسل صراع التخادم بين طهران وواشنطن ستبقى المنطقة على صفيح ساخن سواء بالتوافق الأمريكي الإيراني أو بتناحرهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر